دعونا مشاهدينا نفصل أكبر عملية تشريح لنظرية المؤامرة التي تشتاح العالم حول كورونا طبعا من أخطر النظريات تلك التي تدفع الملايين اليوم إلى رفض أخذ هذا اللقاح فقد أظهر تحقيق ضخم أجرته وكالة السوشيات دي بريس واستمر تسعة أشهر أظهر انتشار الأخبار المزيفة منذ بداية الجائحة نتحدث هنا عن نهاية ديسمبر 2019 وقبل أن يسمع الكثيرون بأي شيء أصلا عن كورونا في حينها كتب مستخدم صين على وسيلة التواصل المحلية هناك انتبهوا من الأمريكيين